تطورات المشهد الليبي، المسارات والمآلات تحت هذا العنوان بدأ اليوم الأول للندوة الليبية المقامة في مدينة اسطنبول التركية تناولت الندوة واقع المشهد في ليبيا على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال المختصين بهذه الشؤون وأوراق بحثية شاركت بها مراكز مهتمة بالشأن الليبي على المستوى العسكري والأمني تطرق المشاركون إلى ظاهرة الانفلات الأمني بعد عام 2011 وما تواجهه المؤسسة الأمنية في البلاد من تحديات ظهرت ظاهرة الانفلات الأمني وزادت من تعقيد المشهد في ليبيا هي أكثر من مكان معقد وأثر ذلك على المؤسسة الأمنية بشكل خاص صاروا انقسامات في ليبيا وانقسامات عسكرية وانقسامات سياسية جعلت من الآن أن المؤسسة الأمنية تعاني معاناة كبيرة حتى في قضية ممارستها لعملها وحتى محاولت أنها تكون تمني ليبيا يعني تتمارس مهامها لنفروض أن نتمارسها التأثير الإقليمي والدولي على الملف الليبي يعقل المشهد ويجعل من التوصل لحل سياسي أمرا صعبا بحسب إحدى المشاركات في هذه الندوة أيضا هناك كل الأطراف المحلية هناك من يدعمها من أطراف إقليمية ودولية فيجعل من الصعب أن يصل إلى اتفاق إذا لم تكن هناك تسوي على مستوى الدوائر الثلاثة المحلية والإقليمية والدولية سياسيا أكد المشاركون على ضرورة الوصول إلى دستور ينهي الانقسامات السياسية إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الاستقطاب بسبب التأثير الخارجي والاستفادة بشكل إيجابي من التناقضات بين الدول الإقليمية والدولية بما يحفظ مصلحة ليبيا والليبيين ينتهي اليوم الأول من ندوة تطورات المشهد في ليبيا وقد تطرق لأهم الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية أما الهدف بحسب القائمين على الندوة الوصول بالبلاد إلى بر الأمان عمار شاعر لقناة الرافدين اسطنبول